اهلا بحضراتكم من جديد مصر الحقيقة عندها من القدرة انها تستوعب ده شوفنا الحقيقة صور صور انتو شايفينها دي الهيئة الاندسيلة قوات المسلحة بدأت في انشاء مجمع تنس عالمي هيكون في المدينة الولمبية في العاصمة الادارية الجديدة مجمع التنس ده بتعمل عشان مصر تقدر تستضيف اكبر البطولات العالمية على غرار بطولات الجراند سلام الكبرى مصر فيها نهضة عمرانية كبيرة زي ما قلت لحضراتكم بتشوفوها وبتلاحظوها في كل مكان وبإذن الله مصر هتكون قبلة الحداث الرياضية العالمية في الفترة اللي جاية شوفوا يعني الصور المجمع كبير جدا واحنا كنا نفسنا زمان احنا كنا زمان زعلانين قوي ان السنتر كورت اللي في نادي الجزيرة اللي كان بيستقبل بطولات الكبيرة في التنس تم تغييره بقى مالعب باسك وبعد كده رجع تاني تنس ومبقاش يستضيف البطولات الكبرى ولكن حقيقة انشاء مجمع للتنس ده هيدينا الفرصة ان احنا ان شاء الله في القريب العاجل نقدر نصديب بطولة كبيرة ونحطها على جدول اتحاد الدولي للتنس الارضي وتبقى بطولة عالمية على غرار طبعا البطولات الجراند سلام الكبيرة خبر حقيقة فرحنا جدا وكنا حرصين نجيبه لحضراتكم